اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده مستعدة لتطوير علاقاتها مع عمان ودول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات خاصة في الشأن الاقتصادي مشيرا الى ان ابواب الاستثمار مفتوحة امام شركات العمانية والخليجية وقد اجرى روحاني محادثات موسعة مع القيادة العمانية حول تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان اولوية بلاده هي تطوير العلاقات مع الدول الجارة والدول الاسلامية مؤكدا استعداد بلاده للتعامل البناء مع عمان ودول مجلس التعاون الخليجي واكد روحاني في تصريح صحفي ادلا به في مسقط ان التعاون بين دول مجلس التعاون وايران سيكون له تداعيات جيدة وعلى رأس ذلك استذباب الامن في المنطقة كما اكد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ضريف ان بلاده تبعث برسالة ود وتعاون الى دول مجلس التعاون واضاف ان هذه المنطقة لا تحتاج الى اثارة اي خلاف فيما بينها ولابد من التعايش الايجابي واوضح ضريف ان المنطقة عاشت ثلاث حروب في العقدين الماضيين ولا تحتاج الى حرب اخرى وعلى الدول ان تتعايش مع بعضها البعض على اساس الدين والتاريخ والمصالح المشتركة واضاف ان هناك مصالح مشتركة في المنطقة كما توجد تحديات ومشكلات ولابد من التعاون المشترك بهدف التغلب على تلك التحديات ووقعت ايران وسلطنة عمان خلال هذه الزيارة اتفاقية لانشاء خط انابيب يربط بين البلدين لتزويد عمان بالغاز الطبيعي وقال وزير النفط الايراني ان بلاده وقعت اتفاقية لتصدير الغاز الايراني الى سلطنة عمان وتتضمن الاتفاقية انشاء خط انابيب يصدر عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الايراني الى عمان سنويا واشار الى ان خط الانبوب سيمتد في البحر والبر ومنشآت نقل الغاز يؤمنها الجانب العماني بصورة كاملة وان تكاليف انشاء الخط ستحصل عليها ايران من عائدات بيع الغاز وهذه اول زيارة قام بها الرئيس الايراني الى احدى دول مجلس التعاون ردا على زيارة السلطان قابوس الى طهران قبل اشهر وفي موضوع اخر انتقدت الخارجية الايرانية التقرير الصادر عن الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران واعتبرت الادعاءات غير صحيحة وقالت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم ان هذا التقرير يوجه اتهامات والدعاءات غير قانونية وغير موثقة ويفتقد للموضوعية والاسس القانونية اشتركوا في القناة